ترند المنجا اللي لازم تجربوه علشان فعلا الوصفة تستحق التجربة يا جماعة وصفة منعشة وسهلة بسيطة وبمقاذير مش مكلفة خالص تعالوا نعملها مع بعض بسرعة وأول حاجة كده هيكون معانا منجا المنجا طبعا دلوقتي موجودة في كل حتة ورخيصة كمان أنا استخدمت منجا زبدية وهقطعها كده أشرتها لأول وبعد كده هقطعها مكعبات هاخد من الثلاث منجات دول شوية مكعبات وشوية تانين هعمل منهم عصير منجا وهنا في الحل هنحط ثلاث كبات من الحليب السايل وهنحط معاهم ثلاث معالق من الكاستر أو النشا لو مش عندكوا كاستر وحطيت أربع معالق من السكر السكر طبعا على حساب الرغبة في حلتاني هنحط فيها ثلاث كبات من عصير المنجا وهنحط عليهم ثلاث معالق من النشا أو الكاستر برضو اللي اتنين هيبقوا كويسين جدا وتقدروا تضيفوا معلقة واحدة من النشا ومعلقتين من الدقيين هينفع برضو حطيت برضو أربع معالق من السكر ونقلبهم على البارد والخليط الأبيض برضو نقلبه على البارد وضفت كده نقططيين فاناليا في كل حلة ونقلبهم كويس على البارد قبل ما نرفعهم على النار بعد كده هنرفعهم على النار وهنبدأ ان احنا نقلب تقليب مستمر أول ما يبتدوا غلايان علشان طبعا الخليط ما يكالكعش معانا خالص هنا يبتدى ان الخليط يتقل شوية زي ما انتوا شايفين كده والخليط الأبيض برضو ابتدى كمان ان هو يتقل في المرحلة دي احنا هنطف النار وهنجيب قالب كيك اي قالب عندكم مش عندكم صنية المفتوحة في النص ممكن تستخدمه صنية مدورة او مربعة او اي شيء تقدروا تستخدمه او علب صغيرة او كوبات هنا حطيت شوية كده في الاول من الخليط الأبيض وبعد كده حطيت مكعبات مانجا وحطيت برضو من الخليط الأصفر وهكذا لغاية من خلص كل الكمية ممكن تضيفه كمان بين الطبقات بسكوت من غير ما تبلوه بأي حاجة ولا بحليب ولا اي حاجة خالص هو البسكوت اصلا لو تحط في النص كده من غير بلا لو اي حاجة هتلاقوه رطب وبقطري جدا هنا حطيت مانجا تقدروا كمان ان انتوا تحطوا اي نوع فاكهة تاني مع المانجا يعني براحتكم خالص تقدروا كمان تستغنوا عن مكعبات المانجا لو مش حابين بس بجد كانت حلوة قوي هنا بقى سبتها تبرد شوية عن رخامة عشان مش هينفع نحطها في التلاجة وهي سخنة وبعد ما برتت حطيتها في التلاجة لمدة 3 ساعات لو مش استعجلين وعايزينها ان هي تجمد بسرعة وتتماسك حطوها في الفريزر لمدة ساعة واحدة بس هتكون معاكم جاهزة طعمها حلوة قوي ومكعبات المانجا معاها بجد حلوة جدا ويا السلام بقى لو ضفتوا اي انواع فكرة تاني معاها هتكون برضو تحفى يا جماعة جربوا الطريقة وتنسوش تعملوا لايك وشير كتير مع السلامة